ماركوس رول الدبابة الألمانية ولد ماركوس رول في 22 فبراير عام 1972 بألمانيا ماركوس رول هو لاعب كمال أجسام محترف بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية أو ما يعرف بالـ IFBB بدأ رول مشواره الرياضي عام 1991 وشارك في أول بطولة عام 1995 وكان يلقى برول بعدة قلقاب منها المخيف والدبابة الألمانية وفي مايو 2005 تزوج ماركوس من صديقته سيمونة إيرليش ويحتل ماركوس المرتبة السادسة في تصنيف الاتحاد العالمي لبناء الأجسام وماركوس رول هو لاعب كمال أجسام ألماني معروف بأن لديه أكبر الأكتاف في عالم كمال الأجسام وهو بطل مسابقات كمال الأجسام مثل تورونتو وذلك عام 2000 وبرو عام 2002 وليلة الأبطار بدأ رول لعب كرة القدم عندما كان مراهقا وبدأ كمال الأجسام في سن مبكرة وذلك في سن السمينة عشر عاما وبدأ رول التدريب في سن السمينة عشر من عمره على النحو الذي أوصبه طبيبه بعد إصابته في رجبته أثناء لعب كرة القدم بدأ جوازنه 120 رطلا وبدأ رول التدريب الجاد ستة أيام في الأسبوع قبل أن يقرر التنافس على المستوى الاحترافي بعد خمس سنوات من تدريب الشاق خلال هذا الوقت عامل كبائع للسيارات المستعملة أما عن إحصائيات ماركوس رول فقد بلغ طوله 178 سن الوزن خارج موس المبطلات 154 كيلو رام وزن المسابقة 130 كيلو جرام حجم الزراع 59 سن حجم الساق 86 سن أما عن قياس الخصر فهو 96 سن أما عن وزن قياس الأكتاف العملاقة فبلغ 38 سن أما عن بطولاته فقد فاز ماركوس رول ببطولة هيوستن الدولية للمحترفين عام 1988 وأيضا فاز ببطولة تورنتو للمحترفين عام 2000 وبطولة ويسترن كب عام 1990 وبطولة هيوستن عام 1989 أما عن بطولة ليلة الأبطال أو نايت أوف الشامبيونز ففاز بها عام 2002 أما عن بداية ماركوس رول فقد بدأ رول حياته التدريبية في سن مبكرة مما مكنه من بناء جسم قوي وأكتاف مهولة وأخيرا يعتبر ماركوس رول لعب كمال أجسام محترف هو أيقونة وعلامة بارزة من علامات هذه اللعبة حيث كان يتمتع رول بجسم متناصر جميل ويمتلك أكبر الأكتاف في عالم كمال الأجسام ماركوس رول الدبابة الألمانية ولد ماركوس رول في 22 فبراير عام 1972